السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني موتمة بالاكل الصحي اللذيذ واكل الدايت ما تنسيش تشتركي بالقناة وتفعلي اول جرس عشان يوصلك كل الاشعاراتي الجديدة وعلى فكرة الفيديو ده و اكتر منه على الفيسبوك هتشوفوه لطريقة التوست بالشعير وكمان طريقة عمل الزبادي وطريقة عمل الفول في فيديو واحد يلا مع بعض نبدأ في طريقة التوست بالشعير معي هنا كوباية من المية الدافية تمام وهي نفس الكوباية اللي احنا هنعير بيها الدقيق ومعي معلقة من الخميرة معلقة كبيرة وممسوحة كمان معي معلقة من عسل النحر اقلم المكونات دي مع بعضها والمفروض ان احنا نسابها ساعة عشان بس نتأكد منه ان الخميرة فعالة وشغالة لكن انا متأكدا ان الخميرة بتاعتي كويسة فهشتغل على طول وهضيف بقى الدقيق الشعير معي هنا بنفس الكوباية اللي عيرت بيها المية كوباية ونص من دقيق الشعير وكمان كوبايتين من الدقيق الامح الكامل او الدقيق الاصمر كوباية ونص من الشعير وكوبايتين من دقيق الامح الكامل واكتب لكم المكونات في اخر الفيديو فهقلب كده المكونات وبعد كده عجم بيدي مع اضافة المادة الدهنية ممكن تضيفي معلقتين كبار من زيت الزيتون وممكن تضيفي معلقتين كبار من الزبداء المزابة وانا استخدمت زيت الزيتون وكانت النتيجة هيلة ورائعة وهاقول لكم احنا هنشكله ازاي وياخد قدقه في الفرن وقسمه على كم قطعة حقيقة طعمه رائع ومشبع ولذيذ ومناسب للضايت ومناسب للسكري لو عاوزين تخلوا الكمية كلها من دقيق الشعير مافيش اي مشكلة بصوا بقى العجينة بتكون لينة بالشكل ده ما بتكونش عينة بتلتصق بالايد بتبقى عينة عجينة لينة بعد ما بخلص عجني فيها بالشكل ده بقى بضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون او معلقتين كبار من الزبن المزابة كمان في الفيديو ده هوريكو طريقة سهلة جدا مش هتخطر على بالكو للتقطيع بالشكل اللي شفتوه في اول الفيديو طبعا لو بنقطع بالسكينة ما بتطلعش بالشكل ده وما بيطلعش متساوي كده فهقولكو على طريقة صحرية ان احنا نقطع بيها الطوست بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبشكل متساوي وبالشيكة زي ما شفتو خلاص بعد ما عجنت العجينة بالشكل ده هنسكلها فالاول هفردها كده بس مش هفردها يعني على الاخر وبعد كده هلفها وهحطها في قلب الطوست شفتو بقى طريقة عمل الطوست سهل ازاي وسريع وكمان مش مكلف يعني احنا دلوقتي لما نعوز نشتري طوست من برة بيبقى غالي جدا وكمان ما بيبقاش معمول صح بيبقى عليه دقيق وبيبقى عليه سكر لكن احنا هنا ضمنين ان احنا عاملينه بطريقة صحية مش غايفان له اي محسنات من اللي بتتضاف برة ولا الوان ولا اي سكر ولا دقيق ابيض سبتو بقى هنا يخمر تقريبا بتحطيه كده تقريبا ربع ساعة بيخمر تحطيه في الفرن يكون دافي وتغطي عليه ولما بيخمر بنطلعه ندهنه اه انا ببقى دهن بيض وعليه اه حاجة بسيطة كده من النسكافيه وبرش سمسم وبرش حبة البركة وبدخلوا الفرن على حرارة مية وتمانين هيقعد تقريبا تلت ساعة بعد كده هشوفه هفتح عليه الشوية اه وهطلعه هيبقى بالشكل اللي احنا هنشوفه ده وطريقة التقطيع اسهل ما يمكن بس يفضل ان احنا نستنى على التوست ان هو يبرد لان انا قطعته هو سخن فلما تسيبيه يبرد وتخرجيه هيطلع بمنتهى السهولة وكمان هيتقطع اسهل وهيبقى يعني هتحكمي فيه بطريقة اسهل من كده تعالوا نشوف هنقطعه بقى ازاي وممكن تقطعيه زي ما قلتلكو ارفع كمان من كده لو سبتون هو يبرد لكن انا قطعته وهو لسه طالع من الفرن لاني كنت مستعجلة جدا طبعا هو بيبقى طالع كده بالشكل ده انا عندي بقى اداية حلوة اوي 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 سهلة ان احنا نقطعه بيه بس اهم حاجة ان احنا نقسمه الاول بالنص يعني عشان الاداية دي تقدر ان انت تتحكمي فيه بطريقة سهلة بتقسمي او بتقصري العرض ده كله بتقسميه بالنص لان احنا لو جبناه هو لسه طويل كده فاداية تقطيع او منشار تقطيع الترطة او تقطيع الكيك لازم ان هي تبقى هي الاعلى فبنقسمه بالنص بالشكل ده بنقصر يعني القالب كله وبنتحكم بقى عايزة ارفع من كده بتحركي السلك بتاع المنشار فطبعا لو بارد بتقدر ان انت كمان تقطعي ارفع من كده هش وطري ولذيذ ومشبع ومناسب للضايت ان انت بتاكلي قطعة واحدة بس انا كنت عاملاي مع الفول والبيض المسلوق في الصحور فكان رائع بصراحة الفيديو اللي هينزل على الفيسبوك هيبقى فيه طريقة اه التوست والزبادي والفول مع بعض استنيدي اللي انا عمليهم وهنزله على الفيسبوك والطرق القديمة للفول والزبادي هي نفسها هتلاقوها برضو على اليوتيوب لو بحستوا باسم القناة هتلاقوا طريقة عمل الزبادي مطبخ ايمان عاطف وطريقة عمل الفول مطبخ ايمان عاطف كمان هتلاقوا كزا طريقة لعمل التوست الصحي على اه اليوتيوب اه هحطها في صندوق الوصف لو اعجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.